في حملة إقناع قد لا تكون الأخيرة بدأ رئيس الموساد يوسي كوهن ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شباط بمرافقة كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية جولة محادثات في واشنطن في محاولة للتأثير على الاتفاق النووي والمفاوضات الجارية بشأنه بين إيران والدول الكبرى وبهدف تقليص الأضرار بل وحتى محاولة إيقاف العودة إلى الاتفاق النووي التي يتم تمهيد لها بين الولايات المتحدة وإيران إذا أمكن ذلك يعتزم المسؤولون الإسرائيليون عرض ما وصفوه بمعلومات حساسة عن إيران بحسب ما كشف الإعلام الإسرائيلي تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن سلسلة اجتماعات لرئيس الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي ورئيس شعبة الاستخبارات ولمسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مع نظرائهم الأمريكيين وعلى جدول الأعمال البرنامج النووي الإيراني فرص نجاح حملة الإقناع الإسرائيلية هذه تبدو ضائلة بحسب مصدر مطلع على تفاصيل الزيارة لأن إمكانية تغيير رأي الأمريكيين المصرين على العودة إلى الاتفاق السابق ليست عالية على عكس المرة السابقة من الواضح هذه المرة أن لا تأثير كبيرا لإسرائيل على العملية وأنه ستحصل عودة إلى الاتفاق مع كل هذا ربما يحاولون إنجاز شيء ما في هذه الاجتماعات وفي ظل التقديرات السائدة في إسرائيل بأن إيران ستحصل على مطالبها اعترف مصدر إسرائيلي أنه بالرغم من كل ما هو معروف لإسرائيل وعرض أمام الولايات المتحدة لم تنجح إسرائيل في التأثير على الأمريكيين وأنه ربما من المتأخر جدا وفقا له إحباط الاتفاق النووي الذي يبدو أنه منتهن أكثر فأكثر ترجمة نانسي قنقر